أعوذ بالله من الشيطان الرديم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات انتباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفابط فارجع البصر هل ترى من فتور ثم اردع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاصيا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها سهيكا وهي تفور تكاد تميز من الغيز كلما ألقي فيها فوض سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ظلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقد ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فزحفا ليصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أم اجهروا به إنه عليم بذات السدور ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض زلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه فإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا هي تنور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقهم إن أمسك رزقه بل لجوا في عذب ونفور أفمن يمشي مكبا على ودهه أهدا أمن يمشي سبيا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع بل أبصار بل أفكذة قليلا مما تشترون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا البعض إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه ذو الفتنسي أتعدوه الذين كفروا وكيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجيل الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به بعليه توكلنا فستعلمون من هو في ظلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين